تفتك خنازير برية مصدرها إسرائيل بمحاصيل زراعية في الضفات الغربية وتحديدا في قرية بيت دقو إلى الشمال الغربي من مدينة القدس المحتلة بحسب مزارعين تسبب تلك الخنازير خسائر مادية تقدر بألاف الدولارات وتدمر من ثلث إلى نصف وحدة زراعية مكونة من 25 إلى 50 دنما وفي هذه البلدة التي تشتهر بزراعة كروم العنب يعيش معظم سكانها على الزراعة لكنهم يشكون ظاهرة قطعان الخنازير وقلة التسويق وتدني الأسعار مما يدفعهم لتركي محصولهم يجفوا ويتساقطوا على الأرض مشكلتنا بدأت من هذا الجدار وشارع اللترون على قرب مننا الشاحنات تأتي من تل أبيب أو من القدس لا نعلم بتوقف على الشارع اللترون الرئيسي الخنازير تدخل من البوابات مباشرة على الحقول هذه الخنازير بأعداد هائلة يعني الشاحنة لا يقل حمولتها عن 40 و50 و60 خنازير بتصور أنت لما بدخل القطيع زي هذا على حقل مليئ بالعنب أو التين أو الخوخ يعني في ساعة أو أقل من ساعات تجد أن القرم أصبح كارثي يأتي المزارع فلا يجد شيئا وكحال بقية قرى شمال غربي القدس فإن الجدار يتمدد أفقيا وعموديا وتزحف المستوطنات وتكبر مساحة الأراضي التي تسميها إسرائيل بالأرض الحرام التي يحضر على الفلسطينيين الاقتراب منها فتصبح مرتعا لقطعان الخنازير والحيوانات المفترسة كانت بلدة بيت دقو تصدر مئات الأطنان لكنها اليوم توجه رسالة عتب للحكومة الفلسطينية وتناشدها لتدخل الحفاظ على قطاع الزراعة في البلدة المزارع المفروض يكون فيه إليه دعم قوي دعم يعني كم من وزارة الزراعة من الحكومة الفلسطينية لتثبيت المزارع في أرضه تعمير أرضه مش إنه يترك الأرض ويروح يدور على بديل يروح يشتغل في الداخل الفلسطيني بمتين شيكل علشان يعيش أسرته المفروض إنها أرضه هي اللي تعيله ويساهم قطاع زراعة العنب بحوالي 12% من مجمل الإنتاج الزراعي ويشكله 2.4 إلى 5% من الدخل القومي الفلسطيني ويحتل المرتبة الثانية بعد الزيتون من حيث كمية الإنتاج إن جاء محصول المزارعين من قطعان الخنازير التي مصدرها إسرائيل فأنهم يصطدمون بكلفة عالية في الإنتاج وسعر متدن وضعف في التسويق وهذا ما يفسر بأن كثير من مزارع العنب في الأراضي الفلسطينية هجروا أرضهم من قرية بيد قضية حشياء الغد القدس المحتلة